وشهدنا كرام ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وإن شاء الله تعالى في هذه الحلقة هنكمل لا الناهية ولا النافية شرحنا الحلقة اللي فاتت أو الحصة اللي فاتت أي حاجة بقى لا الناهية وقلنا إن لا الناهية نعرفها إزاي يا جماعة لا جد في جملة وأنا مش عارف إن دي لا ناهية ولا لا نافية أعمل إيه؟ لو لا اللي قدامنا جت في بعدها فعل مضارع والكلام دل على طلب يعني حد بيطلب مني حاجة أو أنا بطلب حاجة من حد تمام كده يبقى على طول لا دي نائه لا ناهية وممكن نشوف أول صورة دلوقتي والتعريف بتاع لا الناهية يلا يا أستاذ زياد على الشاشة دلوقتي قدامنا إذا وجدنا لا وجاء بعدها فعل مضارع والكلام يدل على طلب إذن لا هنا تسمى لا الناهية تمام طيب لا إن هي دي الصورة اللي بعدها هي أداة لا إن هي هيت ماشي نمكن نشيل اللقو لحظات لا إن هي هي أداة من الأدوات التي يبدأ بها الفعل أسلوب الناهي ويأتي بعدها فعل مضارع وتفيد طلب الامتناع عن فعل شيء معين يعني لا إن هي يا جماعة من أدوات الفعل من أدوات النهي يعني أسلوب نهي يا أستاذ يعني طريقة في الكلام طريقة أسلوب يعني طريقة في الكلام نتكلم بيها ممكن تكون بتعجب ممكن بسأل ممكن ببآنه حد زي الأسلوب اللي قدامنا ده والكلمات الممثلة اللي بعد كده في الصورة التالتة هنظهرها دلوقتي على الشاشة يالله أستاذ آه أيوة ثلاثة أمثلة دول يا جماعة احنا قلناهم المرة الفاتح قلنا لا تشرب واقفا يا محمد لا تمشي مسرعا يا علي لا تكذب يا طلاب وقلنا إن الله هنا لأنا هي ليه يا أسدزة حد يقول لي كده أيوة لجين يالله لوجي كده برافو عليك أيوة كده لا تشرب يا أستاذ لأنا هي علشان بعدها فعل مضارع وبعدها الكلام اللي بعدها بيدل على طلب حد المتكلم بيطلب مني إلا أنا أتوقف عن هذا الفعل لا تشرب واقفا يا محمد يعني ما تشربش وانت واقف يا محمد يبقى لا أنه هي أعرفها إزاي بعدها فعل مضارع والكلام معاها بيدل على طلب طلب إيه يا أستاذ طلب الامتناع عن فعل شيء معي وكذلك لا تمشي مسرعا يا علي ولا تكذب يا طلاب طيب مشاهدين الكرام إسطورا لبعد كده نبدأ فيها بقى وأمثلة النهاردة ركز وحدة وحدة معايا يا وليد أول حاجة محمد لا يشرب واقفا علي علي لا يمشي مسرعا الطلاب لا يكذبون ذلك الكتاب لا ريب فيه لا إله إلا الله الأمثلة دي يا زياد بص كده يا حبيبي بص يا إياد بص يا لوجي كده بص يا حنين بص لي كده أنت فهم أي من الكلمات دي أو من جمل دي فيها لا بس ما أنتش عارف أنها لأنا هي ولأنا فيها برافو عليك يا حنين لأنا فيها يا أستاذ ليه يا حبيبتي الله ينور عليك يا أستاذ اللا دي بعدها فعل مضارع أو اسم التانية كانت بفعل مضارع فقط هنا هي تلاقي النافية بعدها فعل مضارع أو اسم وحاجة تانية كمان الكلام معها إخبار خبر ما فيش حد بنهيني عن حاجة ولا أنا بنهي حد عن حاجة معلومة بقولها لك محمد لا يشرب واقفا يعني محمد ما بيشربش هو واقف التانية كانت بقول ليه لا تشرب يا محمد بنهيه بطل منه أنه يتوقف عن هذا الفعل أما هنا يا حضرات محمد لا يشرب واقفا بأنا بخبرك أو المتحدث بيخبرنا أن محمد نعم محمد لا يشرب واقفا يعني محمد ما بيشربش هو واقف تبتني مثال علي لا يمشي مسرعا هل حد نهاني عن حاجة أو أنا نهيت حد عن حاجة لا يا أستاذ ده أنت المتكلم بيخبرنا أن علي بيمشيش بسرعة يبدأ إخبار الكلام معها خبر يبدأ لا نافية وليست ناهية لو لا ناهية هقولك لا تمشي مسرعا يا علي المديمة العلي أنا بخبرك أو المتحدث بيخبرك المتكلم بيخبركم أن علي ما بيمشيش بسرعة يبدأ يا أستاذ لا نافية تمام كده تمام المثال الثالث الطلاب لا يكذبون نفس الموضوع يا جماعة هل أنا طلبت من حد حاجة هل المتكلم هنا طلب من حد حاجة لا يا أستاذ ما طلبش أما ليه يا أستاذ أنا خبر بقول لكم المتحدث بيخبر الناس أو بيخبرنا بيقول لنا الطلاب ما بيكذبوش وما اللونة هي اللونة هي كان قال إيه كان قال لا تكذبوا يا طلاب أما هنا هو الطلاب لا يكذبون طيب رقم أربعة بقى تعالوا شوفوا هنا الآية الكريمة ذلك الكتاب لا ريب فيه آه ده آية قرآنية ولا هنا جه بعدها اسم يا أستاذ إذن على طوله أنت مغمط مش لا ناهية لا إن ناهية بييجي بعدها فعل مضارع أما لدى يا أستاذ ريب شك يعني الشك ماشي وأنا بخبرك أو الله سبحانه وتعالى بيخبر الناس بقول لهم ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني كذب القرآن ما فوه الشك يا جماعة لا الله سبحانه وتعالى منهاش منهاش سبحانه وتعالى حد عن حاجة ولكن بيخبرنا أن كتاب الله تبارك وتعالى لا شك فيه يبالى ريب لا هنا لا نافية لأن المتحدث هو الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن هذا الكتاب لا شك فيه منهناش سبحانه وتعالى أن أي شيء طيب رقم خمسة يا حضرات لا إله إلا الله ألا فيه لا هنا وبعدها اسم اللي هو إله على طول وأنا مغمط أول ما شوف لا بعدها اسم يبدي لأنا فيه على طول مش لأنا هي تمام كده وحتى كمان أنا بخبر الناس أو المتحدث بيخبر الناس بيقول لهم يا جماعة ما فيش إله إلا الله سبحانه وتعالى ما فيش أي طلب على المتنع عن أي فعل شيء لا وما ليه يا حضرات المثال ده إحنا قلنا تاني لا إنا فيه يا جماعة لا إنا فيه لا إنا فيه بيحصل إيه الكلام معاها إخبار يعني خبر حد بيبلغني حاجة أو أنا بيخبر حد عن حاجة بقول له فولان ما بيعملش كذا وليد ما بيتهربش من عمله وليد رجل ما بيضربش حد وليد ما بيشربش سجاير وليد ما بيشربش خمرة أنا بقول لكم خبر إن وليد ما بيعملش حاجة دي أمال إيه يا أستاذ لو ناهي بقى هقول لكم هقول له لا تشرب الخمرة يا وليد لا تشرب السجائر يا وليد لا تذهب إلى القهوة يا وليد لا تشرب الشيشة يا وليد وهكذا بنهي أما دي أنا بقول وليد لا يشرب لا يستعمل الشيشة مثلا يبدأ إيه وليد لا يشرب السجاير أنا بخبركو إن وليد ما بيشربش سجاير ولا بيشرب شيشة تمام كده يبدأ لا النافية بعدها اسم أو فعل مضارع لا النافية بعدها اسم أو فعل مضارع يا جماعة ماشي ولكن الكلام معها إخبار أنا بخبر الناس بخبر الناس بخبر الناس أني مفيش أن الراجل ده ما بعملش حاجة تمام كده في حاجة سيد محمد معلش تمام 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 مشاهدين الكرام تاني هقول تاني طب نظهر الصورة اللي بيجي تلي على طول عشان الوقت أليل يا جماعة معلش ماشي أيوة يا الله يا أستاذ زياد تمام يا جماعة أشوف بقى إذا وجدنا لا وجاء بعدها فعل مضارع ليست أيلها دلوقتي أو اسم والكلام بعدها يدل على خبر إذن لا هنا تسمى لا إن نفية يبلئين لا في جملة وجي بعدها فعل مضارع أو اسم والكلام اللي بعدها بيدل على خبر واحد بيخبرنا حاجة وأنا بيخبر حد حاجة يبلاهنا النافية تمام كده حرارات طيب الصورة اللي بعد كده عايز أظهر الحاجة لا إن نفية جماعة هي أداة من أدوات النف يعني يا أستاذ يعني في لن ولم ولا من أدوات النف يبلاه من أدوات النف يأتي بعدها فعل مضارع أو اسم تفيد إيه يا أستاذ النافية والإنكار أنا بنكر شيء عمل معين أو بن في حدث معين عن أن حد بيعمله تمام كده طيب هنجيب الأمثلة دلوقتي علشان تنفرأوا الصورة اللي بعد كده الأمثلة وقصد بعض الاثنين أيوة الله ينور عليك يا حبيب والديك الأستاذ زياد ما تبادع النهاردة قدامك على الشاشة كده يا حضرات فيه لا تشرب واقفا يا محمد ده على اليمين ولا تمشي مسرعا يا علي ولا تكذبه يا طلاب وفي النحية التانية محمد لا يشرب واقفا عشان أنا أجيب لكم الاثنين والمثالين اللي على الشاشة يا حضرات علشان أطفالنا الحلوين المأطاطين يلا يا ياد كده وحنين يلا يلا لوجي حتاقضوا بلكوا من حاجة كويسة أوي لا تشرب واقفا يا محمد والنحية التانية يا محمد أو محمد لا يشرب واقفا هنا بقول لك لا ما تشربش يا محمد وانت واقف وهناك بقول بنفي بنفي الخبر بنفي وقول يا جماعة محمد ما بشربش هو واقف طبعليمين لا تمشي مسرعا يا علي بقول له بنهيه بقول له ما تمشيش بسرعة يا علي يوبى لا هنا بعدها فعل مضارع وبعدها الكلام يدل على ايه أنا بطلب منه ما يمشيش بسرعة طبعا ما أنا بطلب منه وفعل مضارع وانا بطلب منه ما يمشيش بسرعة يوبى اذا لا اللي على يامين هنا يجا ما أخل لا الناهية طبع الشمال كده يلا نقراها تاني كده اتنين علي لا يمشي مسرعا هل أنا طلبت من علي حاجة أو منك حاجة؟ ما طلبتش من حد حاجة أمال المتكلم بيقول إيه؟ بيقول بيخبرنا أن علي ما ممشيش بسرعة علي لا يمشي مسرعا برافو عليك يا حبيب والديك طيب خلينا علي مين بقى رقم ثلاثة لا تكذبوا يا طلاب هنا بقوله الطلاب ما تكذبوش لا بعدها فعل مضارع وطلبت من الطلاب أنهما ما بيكذبوش يبقى هنا لا الناهية طيب على الشمال هنا رقم ثلاثة الطلاب لا يكذبون هل المتحدث هنا في الطلاب لا يكذبون طلب حاجة؟ ما طلبش حاجة يا أستاذ أم عمل إيه؟ بيبلغنا بيخبرنا أن الطلاب ما بيكذبوش ما طلبش هو منهم حاجة ولناهاهم عن فعل شيء معين طيب ماشي في بقى هنا بقى المختلف في لا إنا فيه اللي على الشمال يا جماعة أنه يبيجي بعدها اسم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا إله إلا الله يبقى لا إنا هي لا إنا هي اللي احنا أخدناها قبل كده اللي هي على اليمين بيجي بعدها فعل مضارع فقط والكلام معاها طلب يعني طلب يا أستاذ أنا بطلب أن الفلان ده بيمتنع عن فعل شيء معين بقول له ما تعملش كذا ما تشربش وانتواف ما تبشيش بسرعة ما تكذبش وما لإيه اللي على شمال ده يا أستاذ ده لا إنا فيه بتعمل إيه لا إنا فيه ديت ما بتعملش حاجة في الفعل مضارع بيجي بعدها فعل مضارع أو إسم وما بتؤثرش على الفعل مضارع أما لا إنا هي بتؤثر على الفعل مضارع هتعرفوها في سنة ستة إن شاء الله تعالى تمام كده بس نحن نعلمكم دلوقتي أساسيات عشان تدخلوا سنة ستة تعرفوا إن لا إنا هي دي يا جماعة إيه ولا إنا فيه إيه يبقى لا إنا هي تاني لا إنا هي بيجي بعدها فعل مضارع والكلام معها طلب إيه طلب ده يا أستاذ أنا المتحدث أو المتكلم بيطلب من اللي بيكلمه إنه يبقى ينتهي عن فعل شيء معين لا تكذب لا تسرق لا تشتم لا 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 تشرب السجائر لا تشرب الشيشة لا تذهب إلى القهوة وهكذا تمام كده أما الإهلاء النفية دي يا أستاذ لا إنا فيه أداة من أدوات النفي أنا بنفي حاجة بنفي خبر بقوله يا جماعة إن فولندا ما بيعملش كذا ما بيسرأش ما بيشربش سجائر ما بيشربش هو وائف ما بيشغبطش على الحيط يبقى لا النافية اللي احنا بناخدها النهاردة بعدها فعل مضارعة أو اسم ذلك يا الكتاب لا ريب فيه لا إله إلا الله بعدها اسم عادي أهو بس الكلام خبر يعني خبر يا أستاذ يعني أنا بخبرك إنه ما فيش إله غير الله سبحانه وتعالى وأنا بخبرك إن محمد ما بيشربش هو وائف وأنا بخبرك إن الطلاب ما بيجذبوش طب يلا بقى نشوف كده أول تطبيق ونحط الأرقامنا على الشاشة كده حضرات شوف أول تطبيق كده يلا أيوة أول حاجة يا حبيبي يا حلوين يوم أطأطين ضع دائرة حول لاء النافية ضع دائرة حول لاء النافية أول حاجة قال تعالى في كتابه العزيز لا يحب الله الجهر بالسوء عايزين نعرف يا جماعة إن المثال الأول ده يلا حبيبي يلا يلوجي يلا يا إياد يلا حنين يلا كل مشاهدين الكرام قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء دي لا لاء نافية ولا لاء ناهية يلا كده برافو عليك يا زياد أيوة كده قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء لا جاجي بعدها فعل مضارع صح؟ تمام هل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية طلب مننا حاجة أو أمرنا بشيء؟ لا يا أستاذ تب يخبرنا إن الله سبحانه وتعالى ما بيحبش الجهر بالسوء يعني إيه؟ فهو فقط إخبار تب يعني يا أستاذ ثاني؟ يعني هو ما بيأمرناش أو بنهن عن حاجة سبحانه وتعالى تبديل النافية المثال الثاني يا حضرات لا تشربوا واقفا يا محمد لا تشرب واقفا يا محمد اللاهنة بعدها فعل مضارع تمام والكلام معها إيه؟ هل أنا بطلب من محمد حاجة؟ ولا بقول إن محمد ما بيشربش؟ أيوة كده برافو عليك يا حنين أيوة كده لا تشرب هنا يا أستاذ نهي لا نهي ليه يا حبيبي؟ قال لي إيه؟ أو قالت لي إيه؟ ها؟ أيوة برافو عليك لا هنا طالبت اللي متحدث بيطلب من محمد إنه هو ما يشربش وهو واقف بلا تشرب واقفا يا محمد دلاء الناهية طب رقم ثلاثة لا يشرب محمد واقفا هل هنا المتحدث بيطلب من محمد حاجة؟ لا ما بيطلبش بيقول لنا احنا لا يشرب محمد واقفا بيبلغنا أو بيخبرنا إن محمد ما بيشربش هو واقف طب رقم خمسة يا حضرات لا تصاحب الأشرار لا هنا بأناهية ولا نافية يا زياد برافو عليك طب قول لي يا زياد هنا لأناهية لي الله ينور عليك يا زياد أيوة كذا أنا عاوز نسمس على الصحة معايا لا تصاحب الأشرار زياد بيقول لي يا حضرات مشاهدين الكرام بيقول لي يا أستاذ لا وبعدها فعل مضارع والكلام اللي بعد لا بيدل على إيه؟ على طلب المتحدث بيطلب مننا اللي احنا ما نصاحبش الأشرار الامتناع عن فعل شيء معين وهو مصاحبة الأشرار برافو عليك يا زياد أيوة كذا أنا عاوز الناس مصاحصاحة كذا يلا يا حضرات التطبيق اللي بعديه وفين مشاهدين الكرام يلا يا حبيبي يا حلول يا مقطاطين تاني ونقول تاني لا إن فيها يا جماعة بيجي بعدها فعل مضارع أو اسم ولا إن فيها ما بتأثرش في الفعل المضارع يعني الفعل اللي بعدها مرفوع وعلى مترفعه الضمة مثلا تمام كده يقول لا تفعل لا تفعلوا ماشي ده لا إن هي أما لا إن فيها يا جماعة بيجي بعدها اسم أو فعل مضارع تمام أمالي الكلام اللي بعدها بيدل على إيه بيدل على خبر الناس أو المتحدث بيبلغنا حاجة بيقولي لا يشرب محمد مواقفا وليد لا يذهب إلى المستشفى وليد لا يذهب إلى القهوة وليد لا يدخن محسن لا يشربوا الشاي كده ما فيهوش طلب أنا ما بطلبش الامتناع عن فعل شيء معين أما ليه يا أستاذ هو أنا بخبركو أن فلا ما بعملش الحاجة دي طيب يلا تطبيق اللي بعدك يا حضرات يلا يا أستاذ وليد برافو عليك يا حبيب والديك ضع خطا تحت لا الناهية وخطين تحت لا النافية نحن عاوزون نحط خط واحد تحت لا الناهية وخطين تحت لا النافية يلا كده قال تعالى في كتابه الكريم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إنه لا يحب المسرفين إيه زياد فين بص يا زياد واركز واحدة عشان في الآية الكريمة دي فيه اتنين لام يلا كده يا حنين يلا كده يلا حنين كده برافو عليك يا حنين أيوة كده وَاكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا حنين قالت إن لا تُسْرِفُوا دي يا أستاذ لا تُسْرِفُوا لا تُسْرِفُوا قالت لي إن هي لنا هي علشان الله سبحانه وتعالى بيقول لا تُسْرِفُوا يا جماعة ما تسرفوش بانهنا الله تبارك وتعالى عن هذا الإسراف يطلب منه لنا نحن ما نعملش إيه ما نعملش الإسراف ده طيب أُمَّا الْفِنْ لَا إِنَّافِيَةِ إنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ الله تبارك وتعالى بيخبرنا في هذه الآية أنه لا يحب المسرفين لم يطلب منا شيئا ولم يأمرنا بشيء أُمَّا الْإِنَّمَا أَخْبَرَنَا الله تبارك وتعالى أنه لا يحب المسرفين تمام يلا مشاهدنا الكرام الآية الكريمة قال تعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ عرفنا كذا إِنِّي لَا تُسْرِفُوا هَذِهِ لَا إِنَّا هِيَةٌ الله تبارك وتعالى بينهانا عن الإسراف أمّال إيه لا يحب المسرفين الله سبحانه وتعالى مش بينهانة هنا لا ده يخبرنا أنه سبحانه وتعالى لا يحب هذا الإسراف يلا hopes يلا التطبيق اللي بعدين يعه حضارات يلا كذا بنا التطبيق اللي بعده وتانى ونشرح تانى وتالت لا إنّه هي إحصل ايه بعد؟ لا إنا هي حضارات بيقى بعدها فعل مضارع طيب يلا نشوف كذا مثال على الشاشة ضع خطا تحت لا إناهية وخطين تحت لا إنافية قال تعالى طب إحنا عاوزين نشوف الحل الأول أبلها سورة لأبلها نشوف الحل للناس أيوة كده عاوزين تعدوا خلاص وكلوا شربوا قدامنا يا جماعي ولا تسرفوا خط واحده يبديلا إناهية ولا يحب المسرفين خطين يا جماعه يبديلا إنافية يالله السورة بعدها حضرات أيوة هنا بقى قال تعالى في كتابه العزيز إذ قال له قومه لا تفرح قومه ألول لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين طيب يالله يا زياد كده أو حنين أو لوجي أو إياد أي حد يا حضرات يالله مسلم كده مؤمن يالله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فيه هنا اتنين لامي حضرات في الآية وانا منش عارف ندينا هي ولا دينا فيها أعمل إيه أول حاجة كده اللامي الأولنية هل الكلام اللي بعدها يدل على طلب يعني قومه ده إذ قال له قومه قومه طلبوا منه حاجة أي وقتا طلبوا منه شيء طلبوا منه أنه ما يفرحش أو كده وزاعت طاوي قاله لا تفرح إذ قال له قومه لا تفرح لا تفرح دي لا ناهية يا أستاذ لا ناهية ليه علشان هم قومه يطلبوا منه أنه ما يفرحش طيب إن الله لا يحب الفرحين ده إخبار بيقولوله إن ربنا ما يحبش الفرحين يبقى لا الأخيرة لا نافية ولا تفرح لا إيه لا ناهية لا يحب الفرحين دي لا نافية ولا تفرح دي لا ناهية ونشوف الحل كده حضرت على الشاشة يا الله يا أستاذ زياد برابو عليك يا حبيب والديك خط واحد تحت لا تفرح يبقى إذن هي ناهية وخط تحت لا يحب الفرحين يبقى إذن هي لا نافية يلا التطبيق اللي بعديه ونشوف السادة المشاهدين فين التلفونات حضرات حدد نوع لا ناهية ناهية ولا نافية ماشي ماشي يلا لا ترسمي على الحائط يا فاطمة حدد نوع لا ناهية ولا نافية يلا حضرت يلا 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 غدا يلا برافو عليك أيوة كده غدغد لا ترسمي على الحائط يا فاطمة دي لا نافية ولا ناهية يلا غدغد لا ترسمي على الحائط يا فاطمة الله ينور عليك لا ترسمي المتحدث بيطلب من فاطمة أن هي ما ترسمش على الحائط طالما لا وبعدها فعل مضارع والكلام دل على طلب الامتناء عن فعل شيء معين وهنا المتحدث بينهي فاطمة أن هي ترسم على الحائط بيطلب منها أن هي ما ترسمش على الحائط يبقى إذن لا في المثال الأول لا ترسمي على الحائط يا فاطمة لا ناهية طيب رقم اثنين فاطمة لا ترسم على الحائط هل هنا طلبت من فاطمة حاجة ما حصلش فاطمة لا ترسم على الحائط أنا أو المتحدث بيقول فاطمة ما بترسمش على الحائط بيخبرنا أن فاطمة لا ترسم على الحائط فاطمة يا جماعة ما بترسمش على الحائط إذن هي لا نافية طيب رقم ثلاثة لا تسرف في المياه يا خالد لا تسرف في المياه يا خالد المتحدث هنا بيعمل إيه يا جماعة؟ بقولك لا تسرف ما تسرفش يا خالد في المياه بيطلب من خالد أنه هو ما يسرفش في استخدام المياه إذن هنا لا هي ليه يا أستاذ؟ علشان المتحدث بيطلب من خالد أنه يمتناع عن فعل شيء معين بيقوله ما تسرفش في المياه يا خالد طب رقم أربعة خالد لا يسرف في المياه هل المتحدث في المثال الرابع؟ هل المتحدث هنا يا حضرات نهى خالد عن حاجة؟ طلب منه أنه يمتناع عن فعل شيء معين؟ لا يا أستاذ وما تطلب منه إيه؟ ما تطلبش منه حاجة بيقوله هو بيبلغنا بيخبرنا أنه خالد ما بيسرفش في المياه طب يلا نشوف الحل كده نشوف اللوجي ولا نشوف حنين حلت صح كده ولا لا 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 ترسمي على الحائط يا فاطمة ناهية رب عليك فاطمة لا ترسم على الحائط نافية لا تسرف في المياه يا خالد ناهية خالد لا يسرف في المياه دا نافية نافية حدد نوع لا إنه تاني نراها تاني يلا حضرات لا ترسمي على الحائط يا فاطمة ناهية فاطمة لا ترسم على الحائط دا نافية لا تسرف في المياه يا خالد دا ناهية رقم أربعة خالد لا يسرف في المياه خالد لا يسرف في المياه نافية نافية ليه يا أستاذ خالد؟ احنا المتحدث ببلغنا أو بيخبرنا إنه خالد ما بيسرفش في استخدام المياه يا الله المثال البعديه والاتصالات أطعت ليه يا حضرات معنا أمي من؟ معنا إيمان من مني؟ السلام عليكم يا الله يا ريت والله يا إيمان تتابع معانا مشاهدين الكرام اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين يا الله يا علوش يا الله يا حبيبي أيوة كده برفو عليك أنا عندك تبقى مصحصح ولزيز كده أول مثال يا حضرات أنا ما أطلب مني لنختار هو حطط لي لا من عنده ولكن كتب تقطفي وتقطف أزهار الحديقة يا محمد آه؟ آه تبقى لغبطني ركزوا يا حضرات هو حط لا من عنده وأنا ما نشعارف إنه لا دي نافية ولا ناهية بس الكلام اللي بعدها هياخد باله منه ونقاط بعدها وحطط لي بين قوسين تقطفي وتقطف وكتب أزهار الحديقة يا محمد عاوز لغبطني بالمذكر المؤنث صح كده يا حضرات هنا لا شوف فيها مين محمد ولا اسم بنت لا اسم محمد اسم رجل برافو عليكم أيوة كده صح صح يبقى لا تقطف أزهار الحديقة يا محمد اخترنا تقطف ليه عشان ده طيب مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل مشاهدينا الكرام ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وعايزين نقول لكم تاني طب تطبيق نشوفه الأول عشان نحلونا للناس يلا يلا أيوة الله نرى عليك عشان نخلصه وننجس يلا حبيبي يا حلوين يلا أول حاجة لا تقطفي أو تقطف لا تقطفي أو تقطف أزهار الحديقة يا محمد هاختر ايه حضرات هاختر تقطف ليه يا أستاذ عشان مذكر يبقى لا تقطف أزهار الحديقة يا محمد دي لا ايه هنا يا حبيبي لا ناهية ليه؟ أنا نهيت محمد إنه يقطف أزهار الحديقة تمام كذا؟ تمام طب في اثنين فاطمة لا تهمل أو لا يهمل في واجباتها فاطمة بنت يبقى لا تهمل فاطمة لا تهمل في واجباتها تلاتة لا تذهب أو لا تذهبي للنوم قبل أن تغسل أسنانك دا واحدة ولا واحد لا بنت يبقى لا تذهبي للنوم قبل أن تغسل أسناني تب لا نؤت ترسم ترسمي على الحيث يا أسماء لا ترسمي على الحيث يا أسماء عشان بنت يلا شوف الحل على الشاشة كده بسرعة يلا شطر كده أستاذ وليل الله ينور عليك لا تقطف ماشي وفاطمة لا تهمل ماشي ماشي خلص مشاهدين الكرام دلوقتي عقلاص عرفنا أن لا إنا هي لا أنها هي حضرات بيجي بعدها فعل مضارع الكلام معها بطلب الامتناع عن فعل شيء معين تمام كده؟ الامتناع عن فعل شيء معين طيب لا النافية لا النافية بتعمل إيه يا جماعة؟ بيجي بعدها اسم أو فعل طيب نعرف إزاي إنها نافية أو ناهية؟ نعرف إزاي؟ نعرف إزاي أستاذ وليل نعرف إنها بعدها اسم أو فعل بيجي بعدها فعل أو اسم والكلام معها إخبار الكلام معها خبر مشاهدين الكرام للأسف شديد المخرج بلنا يا الله أن نخلص الحلقة في حلقة تانية بعدنا مشاهدين الكرام أشكركم لحسن متابعتكم وإلى أن ألتقي بكم الأسبوع المقبل أترككم في راعة الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته